في إطار استراتيجيات وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم للتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة العنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1806 عنصرا إجراميا ومصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة وبحوزتهم 1058 قطع السلاح ناري من بينها رشاش، 155 مندقية ألية، 154 مندقية خرطوش، 50 مسدساً، 696 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة لعيرة والمواد والأقراص المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة محيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسماعيلية تم ضبط 238 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4565 قطع السلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3809 متهم من بينها جيرينوف ورشاشان وستمائة وست عشر مندقية واربعمائة واربع وثلاثون مندقية آلية ومائتان وتسعة وثلاثون مسدساً وثلاثة ألاف ومائتان وثلاثة وسبعون فرد محل الصنع وعدد من الطلقات وخمسمائة وتسعون خزينة إضافة لخمسة ألاف وثمانمائة وخمس وثمانين قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة في ضبط سبعة وخمسين تشكيلاً عصبياً ضموا مائتين واثنين وعشرين متهماً قاموا بارتكاب مائتين وستة وسبعين حادث متنوع كما تم ضبط خمسمائة وتسعون متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطقة وكشف عموض مائتين وواحد وتسعين حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالية أربعمائة وثلاثة عشر متهماً كما تم إعادة ثلاث سيارات مبلغ بسرقتها وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين واربعمائة وثمانية وخمسين ألفاً واربعمائة وسبعة واربعين حكماً قضائياً متنوعاً من بينها تسعة آلافٍ وسبعمائة وسبعة وتسعون حكم جناياً من بينها خمسة أحكام بالإعدام وأربعمائة وسبعة وتسعون حكماً بالسجن المؤبد وعدد سبعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعة وستون حكماً جزئياً ومائة وخمسة وعشرون الفا وخمسمائة وستة وعشرون حكما مستأنفا ومليون ومائتان وتسعة وعشرون الفا وثمانمائة وواحد وتسعون حكم غرما وثلاثمائة واثنان واربعون الفا ومائة وستة وستون حكم مخالفة